السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباشرة بدون مقدمات في كثير من الأحيان يبدأ الموت بخطوات ناعمة هادئة متخفية كأنها تمشي على أطراف أصابعها في جسدك دون أن تصدر أي ضجيش لا يطرق بابك فجأة ولا يرسل لك رسالة واضحة تقول انتبه أنا قادم بل يبدأ من تلك العلامات الصغيرة التي تظنها طبيعية وعابرة أو مجرد تعب من يوم طويل لكن الحقيقة أنها قد تكون مقتلك لا قدر الله لو تركت من دون اهتمام أو انتباه القلب لا ينهار فجأة بل يتعب تدريجيا يختنق يوم بعد يوم يصرخ بصمت بينما نحن ننشغل عن نداءاته خطوة وراء خطوة مثل ما بيقولوا حب حب والمدهش أن العامل الأكبر في هذا المسار القاتل ليس العامل الوراثي فقط الموضوع يرتبط بما نفعله نحن بأيدينا مقاومة الإنسولين السكري الدهون المرتفعة الكسل الطعام السيء هذه ليست مجرد عادات بل مفاتيح تفتح باب النهاية المبكرة دون أن نشعر والأخطر أن العلامات التي تظهر في البداية ليست مزعجة كثيرا لتوقظك تعب بسيط ضيق نفس خفيف عن صعود الدرج وأنت تقول معلش يوم من الأيام بتروح لكن الحقيقة أنها انذارات مبكرة تدق بابك وتقول لك انتبه هذا طريقك للموت وليس مجرد إرهاق التغييرات الصغيرة بنمط الحياة الغذاء المظيف الحركة اليومية النوم الكافي اللحظات التي تخفف فيها التوتر هي أقوى علاج قبل أن يصبح الأمر مشكلة قلبية لا تعالج إلا بالأدوية والعمليات وربما لن يفيدها شيء وأكبر خطأ أن نكتفي بتحليل كوليسترول أو قياس ضوط الدم لنطمئن فهذه لا تكشف الصورة الكاملة جسدك أذكى من كل التحاليل يرسل إشارات مبكرة قد تكون بداية الكارثة أول عرض تورم القدمين أو الكاحلين أو البطن حين تبدأ السوائل بتراكم في قدمك أو كاحليك أو حتى في بطنك فهذه ليست مجرد زيادة ملح أو يوم طويل من الوقوف كما يعتقد كثيرون هذا التورم قد يكون أحد الأجراس الخفية التي تدل على أن الدم لا يعود إلى القلب كما يجب وأن قوة الضخ بدأت تضعف ومع ضعف الضخ تتكدس السوائل وتتراكم في أطراف وتظهر الانتفاخات التي نميل دائما لتبريرها لكن الحقيقة أنها قد تكون خطوة أولى في طريق خطير طريق قد يخودك نحو الموت دون أن تنتبه العرض الثاني غثيان أو اضطرابات في الجهاز الهضمي بدون سبب واضح قد تظن أن الغثيان من الطعام أو من توتر عابر لكن المفاجأة أن الجهاز الهضمي أحيانا يصرخ نيابة عن القلب فحين يتعب القلب ويقول ضخه تنتبه المعيد والأمعاء وتبدأ أعراض لا تجد لها تفسيرا انزعاج غثيان انتفاخ أو شعور بأن الطعام واقف إنها ليست صدفة بل إنذار مبكر يخبرك أن هناك خلل داخلي قد يكون بداية الموت لو استمر بصمت العرض الثالث تعب غير مفسر يستمر بدون سبب واضح والتعب العابر مفهوم لكن إنه يصبح ملازما لك حتى مع أبسط نشاط أو عندما تستيقظ من النوم وكأنك لم تنم أصلا فهذا ليس تعب يوم عمل هذه إشارة مبكرة بأن أكسجينك لا يصل كما يجد هذا التعب المستمر قد يكون من أوضح العلامات التي تمشي بك بصمت باتجاه النهاية العرض الرابع ضيق التنفس عند الجهد فصعودك لدرج أو المشي بسرعة بسيطة يجب أن لا يجعل صدرك ضيقا وكأنك خرجت من سباق عندما يبدأ الهواء يطيق عليك فهذه ليست مسألة لياقة فقط قد يكون ذلك بداية تراكم سواء الفرئتين أو ضعف في ضخ الدم المشكلة القلبية هنا تتحرك بهدوء وأنت تشعر بضيق التنفس وكأنه شيء طبيعي أو مشكلة موسمية لكن الحقيقة أن هذا العرض قد يكون أول سهم موجه نحو حياتك العرض الخامس دوخة أو شعور بأن الرأس قد يفقد وعيه مؤقتا فعندما تشعر أن الأرض تهتز تحت قدميك أو أن رأسك خفيف وكأنك على وشك السقوط يجب أن تعلم أن الدم لا يصل إلى دماغك كما ينبغي هي ليست مجرد دوخة عابرة بسبب الجوع أو الحر أحيانا يكون القلب قد فقد جزءا من قوته على ضخ الدم للأعلى وتبدأ هذه اللحظات المخيفة التي تظنها بسيطة لكنها ليست بسيطة فهي إشارات تحذيرية تقول لك إنك تسير في طريق خطر طريق يمكن أن ينتهي بموتك إن لم تدرك الأمر مبكرا العرض السادس تعرق غزير أو مفرق أو تعرق ليلي بدون تفسير فحين تستيقظ ليلا وما لابسك مبللة بالعرق أو تجد نفسك تتعرق بشكل غير منطقي وأنت جالس بدون جهد فهذه ليست حرارة الجو ولا توتر عادي هذا العرق قد يكون نتيجة تنشيط مفرق للجهاز العصبي الودي بسبب ضغوط داخلية ضغوط غالبا تكون مرتبطة بمشكلة قلبية تتطور بصمت كأن جسدك يصرخ في شيء مطبيعي لكنك ترد عليه وتسأل معقول نعم معقول أكثر هذا النوع من العرق قد يكون علامي من علامات النهاية لو ترك دون فهم وقد يقربك من الموت دون أن تدري العرض السابع ألم يمتد إلى الذراع اليسرى أو الفك أو الرقبة أو الكتف هذا الألم ليس صدفة وليس شد عضلات عادر هذه الألم إشارات يرسلها القلب عندما يكون في أزمة المشكلة القلبية هنا لا تأتي لتقول لك أنا موجود بل ترسل الألم في اتجاهات أخرى حتى لا تنتبه لكن تجاهل هذا العرض قد يكون مثل المشي نحو الهاوية العرض الثامن ضعف عام وصعوبة في أداء الأنشطة اليومية فحين تشعر أن جسدك لم يعد يطيعك وأن رجليك ما عاد تشيلك أو أن الأعمال البسيطة تتعبك بشكل غريب فهذه ليست مسألة كسد الضعف العام علامي من علامات نقص التروي أي أن طاقتك الحقيقية بدأت تنطفئ وهذا الضعف الذي تعتقد أنه مجرد إرهاق قد يكون إشارة بأن خلاياك تموت وأن المشكلة القلبية تتحرك نحو الأسوأ العرض التاسع ألم أو ضغط في الصدر وشعور ثقيل في منتصف الصدر كأن شيئا ضخما يجثم فوق صدرك هو ليس مجرد شد عضلي ولا قلق إنه من أخطر العلامات على الإطلاق الضغط أو الألم في الصدر دليل على نقص شديد في التروية وعلى أن قلبك يختنق هذا العرض تحديدا لا يحتمل الهروب ولا التبرير إنه ليس مجرد علامة إنه إعلان صريح بأن اللحظات القادمة قد تكون مختلفة تماما وأن الموت قد يكون أقرب مما تتخيل إن تجاهلت هذا النداء الأخير إذا كنت تشعر بأي من هذه الأعراض ولو بدرجة خفيفة وتتكرر معك مرة بعد مرة فلا تقنع نفسك بأنها راح تروح لحالة الجسد لا يبالغ ولا يتدلع كما يقولون بل يحاول أن ينقذك قبل أن تصل إلى مرحلة اللاعودة مرحلة يصبح فيها الموت احتمال أقرب مما تتخيل بعض الإشارات تأتي بصمت لكن تجاهل هذه لامسات يجعلها تتحول إلى صراخات ثم إلى كارثة حقيقية التغييرات الصغيرة التي تقوم بها اليوم مثل طبق مظيف قطوات ماشي أكثر نوم أعمق توتر أقل قد تكون الفرق بين حياة تعاش بقوة وبصحة وبين مسار ينزلق بك نحو النهاية بصمت وبالطبع زيارة الطبيب خطوة مهمة لكن وعيك الذاتي هو الهوصلة التي تقودك فهم قلبك فهم غذائك مراقبة نشاطك ووعي طريقة نومك هذه ليست التفاصيل هذه مفاتيح تغير مصيرك وإذا أهملتها فقد تتحول تلك الأعراض البسيطة إلى سلسلة من الأحداث التي تمهد إلى الموت لا قدر الله الأهم أن تفرق بين عرض عابر ظهر مرة واختفى وبين عرض متكرر متصاعد يطرق بابك بإسرار الأول طبيعي لكن الثاني ليس طبيعي أبدا لإصغاء لجسدك قد يكون أثنى قرار تتخذه في حياتك طبعا الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى ولكن دعونا نتذكر دائما قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة ولأبي الحبيب الغالي أبو نوار الدكتور محمود علي بالصحة والعمر المليد شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتور أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغداد والسكري والتي نعمل سويا كأطباء في صناعة محتوى قناتي معتمدين على دراستنا وبحثنا المستمر اكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تقيمون دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو لتعوم الفائد والخير كونوا بخير إن شاء الله عائلتي الجميلة عاد الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته